خطر خطر خليك سبورتيف خلف ضجة كبيرة في حيوارنا يوم الخميس الفارط مع السيد سالح الثابتي المسؤول السابق في النادي الافريقي وبش نرجو نحكي بإتناب عن هذا الموضوع وعن الماكينة اللي خدمت وحبت توظف لغايات خنقول تحشم ما تشرفش ناس يدعي وحبهم للنادي الافريقي الماكينة حبت توظف راجل ما قالش حتى كلمة سوء في أصحاب القرار في النادي الافريقي حاليا لكن الماكينة خدمت كيف العادة وما خليهوا ما يقولوا نحب أن نقولوا الناس ذوما عيب اللي صار خليني تورحب بالسيدة الذيوف ونبعد عنه ما نحكيه نبي الخيرات مرحبا بيك سيهشام النجار رئيس فرع السباحة بالترجي نورتني بحضورك مرحبا بيك برك الله فيك مرحبا بيك مرحبا بالحضور سيصالح الثابتي مرحبا مرحبا بالحضور والذيوف ومرحبا بالمستمعين كيرا السيد مراد بن لكحل الرئيس السابق للنادي العريق جمعية شبيب القيروان نورتني بحضورك مرحبا بيك شكراً أخوة صحبة برك الله فيك شكراً على الاستيضافة ومرحباً بالسيد المستمعين يلتحق بنا في الساعة الثانية السيد العربي الدبابي الوجه الرياضي المعروف والمنصق العام حالياً بالجامعة التونسية لكورة القدم اليوم حصرياً في برنامج ديماسبور حصرياً في راديوماد بتستمعوا الغراء وعجائب في كورة القدم التونسية في منظومة كورة قدم التونسية الحالية في التحكيم التونسي الحاليين اللي أخليكم للمتابعة بعد قليل مع ضيفي العزيز السيد العربي الدبابي الموجود معنا توه في الكواليس كيف كيف؟ نحب شكر خارس البلحسان الفرشيشي وزاميلي وخويا طهر بن شعبان على تأمين هذا البث المباشر نبدأ على باركة الله بروبريك تكويرة خفيفة كالعادة نبدأ بكنت نبيل خيرات شعرنا في تكويرة خفيفة سعب كنت تذكر في معرض حديثة منذ أيام قليلة على فاروق بن مصطفى وحكاية استحقاته مع نادي الأفريقي كنت أنا عرجت قلت بعض اللاعبين اللي مروا بالنادي الأفريقي معناها كما خلم واللي وحكيت على خلم واللي قلت معناها وكأنه ملعبش في النادي الأفريقي الحقيقة والإنسان يعترف بذنبه وتعرف هذه من شيئاً معناها الناس اللي يقولوا الحقيقة تصل بي خالد المولي وقالي نبيل راولي الأمانة أنا في 2005 خرجت من نادي الأفريقي وقاليت برشة مستحقات مالية ما خلتهمش من نادي الأفريقي وهو محبش يقول أمانة نقول وأنه خالد المولي كذلك من ناس اللي يسهموا في اللطخة عن نادي الأفريقي ودفع أموال للنادي الأفريقي وقالي على اقتراهي جيدة بالنادي الأفريقي ومنحبش جمهور الأفريقي يخو فكرة خايبة أن نقول خالد المولي ونقوله كل الاعتذار خالد أنت سين خلوق متربي وهذه حقيقة يجب أن تتقال ويعطيه الصحة خالد المولي تحية للاعب المتخلق اللاعب السابق والمدرب خالد المولي والمحل الرياضي معروب أخلاقه العالية وانت بربوه ونبيل اللي حترانك ينغلطه في حق الناس ولننجم ونعطيه معلومة قارتة وفيها باس ونعتذره من الناس للأمانة حاشمني أروه وعتذرقه بكل معناها صدق متربي بارشة خالد المولي ويبقى من اللاعبين اللي خلوه بصمة في تاريخ كورت القدمة التونسية سوى مع النادي الفريقي أو مع الترجل التونسي أو مع المنتخب الوطني بيش نعطيه حق الراجل زميلي نبيل خيرت شعر نسي صالح في الدخل اليوم صحبي في الدخل اليوم الانتدابات على مستوى الأوروبي على مستوى الدولي الحركة كبيرة آخر آخر انتداب حصل نادي روما فيه شوية فيه حاجة سبيسيال على خطر ديبالا اللي كان ينتمي الجوفانتس انتقل في انتقال حر النادي روما وجديد في هذي الكل في الانتقال هذي كونه ديبالا فات الرقم القياسي انتع مبيعات المرياول فات كريستيانو لونالدو في الانتقال متاعه من ريال مدريد الجوفانتس هذي رقم كبير باش نشوفوا الحجم والمساهمة متاع الجماهير في تمويل الجمعية متاعهم هذه حاجة ثنين يا ساحبي اللي لبسوا الجمعيات عندهم دور كبير في السفقات الكبيرة هذي يساهموا مساهمة بنسبة مهمة هذيك عليش نسمعوا بالانتقالات الكبيرة والمبالغ الكبيرة لانه فم المساهمة متاع الناس هذو ما الاسبونسور وفم المساهمة الكبيرة اللي متاع الجماهير اللي كتشوف رقم قياسي تحقق معنا ديبالة فيت كريسينا لانه تفهم شو معنتها قيمة الجماهير وقيمة الاسم التعلم اللاعبي واضح سي صالح الثابتي اليوم سبت 23 جولة 2022 نحب نرجع لحسة خليك سبورتيف نهار الكميس 21 جولة 2022 بعد الحوار اللي اجريتوا أنا مع سي صالح الثابتي لمدة ساعة المكينة توهرسل صالح الثابتي نبيل حيث